تخيلوا معي شحال صعيب أنه تحل عينك وسط والدين غير مسؤولين لكي تعتبر العيش مبيناتهم واحد تحدي اللي هو صعيب ولكن الأصعب من هذا أنه واحد يتنازل عليك عند واحد كأنك ورقة لا تساوي شيئا وإنت للأسف ديلك في الجعبة ديلك الكثير اللي تقدر تعطيه لهم للمجتمع وحتى نفسك لكن للأسف هاد النوع ديال الوالدين ما عارفش كيفاش غادي يوقفو غدا قدام الله ويبرقوا المولانا عادة من المسؤولية ديالهم تجاه كبدتهم في حلقتنا الليلة هاد الشي اللي غادي ينشوفو غادي ينشوفو المعاناة نتاح كنزام سكينة اللي كل واحد كيتنازل عليها من واحد الواحد كأنه مشي وليديها لكن في الأخير في برسما غادي ترتاح غادي تدهم واحد آخر سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي كنتتمنى أنكم تكونوا بخير وعلا خير أموركم هانية وأحوالكم طيبة كيف العادة وكيف عودتوني عليكم نسمع إذا كنت تجدد على قناتنا نقول لكم مرحبا بكم وإذا كنت من قهل الدار كيف ديما الدار راه دارك وراك دائما منورنا هذه حكيتي برنامج اللي كي يهضع لحكاية ديال الناس حقيقية من واقع مجتمعنا المغربي أو للعربي عموما الناس اللي تشاركوا معنا القصص ديرهم من أجل العبرة من أجل الاستفادة وبعض القصص اللي هم ديال النجاحات من أجل طاقة إيجابية هاشاليكين فإذا عجبك هذا المحتوى ومتنزلش أنك تدعمه بأنك تضغط على زر الإيجاب لنسيكل فكحتاش يمجهود ولكن تيدر مع المحتوى ديالنا فرق ليهو كبير وتيخلين عندنا سوح داخلين أنه يبن وأنه يستفد منه الجميع وكتفرحوني تأنا كشكر منكم لي على التعب اللي كي يكون عندي فخير ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا كنزة قصة سنبدأها لكم من وليديا ولكن هو الأول خذكم تعرفوا بأنه شحال وانا كنت كانت صنا غير إمسان عود هذا الشي اللي عندي ولكن عمر ما كانت عندي الجرأة وهذه هي أول مرة اللي فيها غادي نبح بشي حويج وبشي تفاصيل لما عمر ماشي حد عرفهم خليني هو الأول اللي بدأ لكم بالأب ديالي اللي كان واحد الإنسان اللي هو باسل في الوقت دياله ونقدر نقول له بهذا المصطلح وأعزكم الله بلي أنا والأب ديالي شمكار كانت يكمي كانت يسكر وكانت يحيح وماما كنا دياله دياله الكوميسارية كان مطوفة ماما بمعنى جدا واحد الوقت قالوا أجي وصفته اللي عندخته في واحد جهة في المغرب اهدخته اللي كانت مزوجات امه غادي صفته على أساس باش أنه يقلب على شيخ خدمة ويتهدن ويضيها فرصه ويكون مسؤول ديال البلاصة فين تيسكن عمتي كانوا جيرانها واحد المرأة اللي كانوا عندها الأولاد والبنات واباهم غادي هرب عليهم وما بقيتش ممهم عندها خبار عليه هي بدورها نتزوجات بواحد الراجل اللي غادي تدخلوا على أولادها واللي ما كانش تعملهم زيان خصوصا البنت الكبيرة اللي كانت أنا ذاك في السيزيام ولي كانت معدبة ومكرفصة هذيك عمتي فاش شافت ديك المنت ومكرفصة في ديك الطريقة مشات عند أمها وقاتلها عندي واحد خوية بالنال وتدير بزاف ديال حويج إذا بغيتو أعطونا ابنيت تكون نزوجوها عليه نطمها ورجلها زربو وهم يزوجوها عليه ومشات عاشته هي وياه وكروبيت وكوزينة وكان شخص غير مسؤول بالشهادة ديالجامية كان غير في القصاير وهنا في هاد المرأة اللي هي ماما غادي تحمل بالولد الأول اللي هو أخوية ومبعد جابها عند أمه واخوته اللي مدينة الأخرى وهنا هو ما بقى لا يخدم ولا حتى التحرك ومعول غير على أمه واخوته هم اللي كانوا تديروا كل شيء وحتى ممصروف كان هو هازي دياليه وماما كانش كاتردة ديما منقشين وديما منقرين وكانت يضربها بزاف لدرجة أنه ولدات في ثمان شهور وداك خوية غادي يدو صغير أسبوع ومات وما كتبش لي الله باش أنه يعيش من مراها حملت بيا ماما ومعرف شنوقاه حتى رجعوا المدينة ومشا وكرا وعساني شي كوزينة وبيت والسيد الصافي ما بقاش بغي يخدم ولا يعطيها المصروف هادش اللي كانت قاد قول هي كي قولها سري عند الجيران وطلبي وقولي لأمك أو لا سري عند أمك قولها هي تعطيك الخبز أو لا سري عند الناس يعطيك أنا ما عندي ما نعطيك مبقوا مني منك حتى ولدتني وهي أفضارهم غضبانة فش ولدتني قلت لهم ما غاديش نرجع لي وقلت له قلت لها إذا بغتني نطلقك غادي تعطني بنتي وغادي نعطيك تلاقي ومن المحاولة الأولى قلت لي هاك بنتك وأرى لي يتلاقي كل شي تيقول لي باللي أنه قلت لي هاك عادت هيك بالشمة وشامية ما عارش شمي المعنى ديالها ولكن هادك هي آخر جملة اللي كانت قلت لي وأنا تنزلت عليها بالشهود والورقة من عند كاتب عمومي اللي كانت نتاهية قلت لهم باللي أنا كانت تنزل عن الحضانة ديال بنتي وعند اببها علما أنه القاضي كان خرج لها في ذاك الوقت 350 درهم شهرية كنافقة ديالي ولكن غير خرجوا من المحكامة مشوا وداروا عند كاتب عمومي ودارت اببها علية تنزل ومشت في حالة ملا ما تسهل ولا تطيح دمعا شدني هو أعطاني لأمه وقال لي هاك ربيها ما هو تكلف بي وغامر على قبلي ما هي غامرت على قبلي سميتش اللا قصاص وكل قبلي أنه ورغم كل شيء الأم هي اللي كانت تحضن على الوليدات جولا ولكن سبحان الله فقستي أنا ما عرفش لأم ديالي سمحت فيها ولحتني لحني اللا رحين علما أنه عافب بكيفاش داير جاتني هات القضية صراحة غريبة ومستوعبهاش الدماغ ديالي اليوم المهم أعطتني لأمه ودتني والصراحة ديالله الأم ديالولي يجدا نقم المو كانت إنسانة هي رائعة اليوم هي رام تحت الطراب ولكن ربطني أحسن تربية وكانت تحمق عليها وكانت تعموت عليها وكانت مفشاني ديال بالصح ما تهضروا معها كنزة بنيتي ما تذكروا ليها كنزة بنيتي غير كتهزني وكانت غير ببنتي عمامي ما بغوش قالوا ليها علش تجيبها لوحيها لمها وبزاف ديال الحوايج ولكن هي مسكينة تشب تاسبيا با ما كانش كاي عرفني بوالو واش واكلة واش لابسة واش عايشة واش ما عنديش اقسم بالله ما كانت يعرفني واش عنده بنت وواش عنده مسئولية عمرني ما عقلت عليها صفت لي حتى شي حاجة هكي يا ابنتي الدخول مدراسي هكي هذي لي كلها هكي اللعواشر وارو المهم بقيت كان كبر مع الوقت واخا ما كانش مقصرة مسكينة من جهتي ولكن كان واحد نقص ديال الأب وديالأم وديالعائلة حيثش فاش كان كل شي كي يتجمع عند عمامتي وعمامي في الدار في العطال وفي الصيف كان كل واحد كي يحضن او لا كي يهزو لدوحداه اذا كينا شي صخرة كينا كنزة اذا كينا شي تمارة ارا كينا كنزة حتى مطلعوا الاسطح كينا كنزة كنزة اللي كتقضي الغراضات وكتبرر لقلب الصخرة ولكم ان تتخيلوا الدار كبيرة وعماماتي وشي ثلاثة ولا اربعة ديالعماماتي زائد عمامي اللي في الدار بولادهم وكل شي وانا اللي كان تخر وانا اللي كان قضي وكان دير كل شي وانا اللي كان نقول شي حاجة مثلا وانا اللي كان صغر ديالسا في الصيف كنا كنا بغير شروع غلاس ديالدرام وانا اللي كان نصري وانا اللي كان يكون جامد وانا اللي كان منعيش جامد في ذاك الوقيت كل واحد كانت يمشين عند امه اللي كانت تعطيه الفلوس لكن بحكم انا امي اللي هي واحدة انسانة كبيرة وعندها تقاعد متى عبعمية درام في الشر ديالجدي فما كانش شيك فيها وكنت مندي مع ادرا لانه كانت مسكينة ديالة معي مجهود بزاف كيمشو كل واحد في امامي والعمامتي كتعطيهم درهم وانا زوج باش انا ويشري مالي تيشري وولادهم تيشفوني انا كابقا كنشوف فيهم تياكلوا عاد كي يبدو اه 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 كنزا مسكينة ما اعطينا هاش وعاد تيبقوا كي يقلبوا في بزطمهم في الصرف وسبقا تقول وحدة الاخرة انتي عندك الصرف لا ما عنديش انتي افلانا يلقى عندك شي درهم ويبقوا كي يجمعوا الياديك درهم بالطروفة عاد كي يعطوها وليا او لا هم تيخرجوا وانا نقللس نقابل لهم وولادهم او لو ما كيمشوا للبحار يتبحروا وفاشجي واحد عمتي من الخارج خاصني انا اللي نخسلها لولادها وانا اللي نقيهم لها اقسم لكم بالله دازة الوقت مع المعاناة والحقرة وانتي مما كسمحات فيك كي يكون واحد يحساس في شي شكل في المدرسة ما كنش كان رضا واحد عمي ديك ساعة كان معروف في الدريبة عندنا كنت نقول لهم باللي انا راني بنت فلان وكانوا كي يشوفوني مع مرثة وتنقول لهم باللي هاديك راه هي ماما وفاشكن قسمع البنات اللي هما سامعين باللي انهم وليدي متلقين وانا قلصة غير مع امي تيبقى ويحقروا عليا هاديك راه ماشي مامك مكتشبهش لك وكنتر انني نضيهم معي لدار عند مرث عمي وندخل عندها ونطلبها ونقولها عافك خرج عند البنات ونقول لهم باللي راكنت يا هي ماما راحيتش ما تيقونيش وكتخرج عندهم مسكينة وتقول لهم باللي انا اراني هي ماماها وعليش ما كتشبهش ليا طبيعي راحيتش كتشبه لباباها وعليش كتعيتلك بسميتك كتقول لهم اراتي عجبها مره 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 تعيتلي بسميتي اما هي ذي ما كتقول لي يا ماما ومع ذلك تشهد مكاتي يقني وانا اصلا مكنش مصالحة مع ذاتي ذيك الوقت ولكن فاش كبرت وعلي عندي عادي انا نقول ولي دي رام فارقين نزيدكم في الطفولة الجانية سنتعرض لتحرش زوج دي المرات اللولة من طرف دعمتي اللي كان كبير وكنت نقرا في ابتدائي انا ذاك في الصيف خلحت امي نعسات لي يا جدا وعمي ومرت سدو عليهم وعمي الاخر كنسد عليه وجهت تقرب مني وانا ادرت راسي بحالة مشيت نشرب الماء وفي الرجعة مشيت تخشيت حدا جدا ونعزت حدها وما نعزتش اصلا لانا هو قلت اذا بي رجع لعندي ما كنت فهم على جدار هكا وشنو اصلا كيناني ولكن حسيت باللي انا هو داكشي رامشي اما المرة الثانية معاول جيرانا بقى كان عقلي كان كبير لي بزاف وكانوا كيصفتوني عنده ان انا انتخر عنده حيتاش كانت عندنا شي مناسبة مشي تندق وصولت واش كينا ممي فلانا قالي اه اه ادخلين عندها راه اكينا لداخل دخلت بقيت كان دور في الدار وقلت لي ما كنتكذب وقلت لي ما كنتكذب وقلت لي ما كنتكذب وقلت لي ذاكرة تفاصيل المقززة المهم في الاخير دار شي حاجة اللي ماشي هاديك في الاخير بدك يهددني دابا نقولها لامك وانا حسيت كأنني انا اللي دار شي حاجة خيبة وخفت ببساطة وقلت لي صافحة فكعتني ذاك البانيون ان نمشي في حالي هاد شي مقدر نعود لامي ولا حتى شحد انتما اول مرة كتعرفوه بقيت تنكبر وغادا حتى وصلت لسلة مراهقة السلة هو حريج بزاف ما نكذبش عليكم تاشي حد ما كانت يوعيني من غير المراقبة والزيار اللي كانوا من طرف عمامي طلعت للسابعة وبديت كنشوف البناتي يكونوا العلاقات ما بين دراليوتي يخرجوا وتيسلتوا ومتيقراوش وابديت حتى انا كانت تبعوهم مرة نسلت ساعة مرة نسلت ساعتين واحد مرة قدي نسلت وبقيت مع البنات واحد المرة جرتنا كانت مشات وصلتها لدارنا عند عمي ومراته وفاش جيت أعطوني قتلا ديالعصا قلت لهم لا راني ما سلتش غير ما قريتش ساعة والساعة اللي مبعدة قاريها لك شي باش بقيت قدام الباب المهم دازت هذيك والذي كان خرج مع الدرالي والبنات وكان سلت الغابة والذي كان مشول شي دروبة خوين وانجلسوا فيهم دوست السابعة والتمنو حتى الساسعة بنفس الطريقة مع العلم كانوا ديما كيحصلوني وتعطوني قتلا ديالعصا وتنولي كل زرقة ولكن ما تنتوبش بابا كان ديكس ساعة تزوج أصلا حيث اصلا بعد ما طلق من ماما يتزوج ويتحول مدينة واحد اخرى اللي كانت تقريب علينا وكانت يأتي كانوا يعيطوا عليه وهذا الشي فاش كان يعرفني هو فقط بنتك هش نودارت وهش نودارت بلا عقز عليه كي يجري واحد النهار غادي يجيك اللابس واحد الصبات اللي كان قاسح وذيك البوت اللي كتعرفو فيه الحديد بدك يضربني بيع على راسي حتى دخطه ورعفت تنهى الزراسي كتبلي الدنيا مظلمة وكيصرفقني وكينا عاود يطيحني للأرض قلوب لي أنني راني مت ووجهي ولا كله زرق وحبسوني من مدرسة لمدة سيمانات العشريان الموين في التاسعة كنت معا علاقة مع واحد الولد اللي مشيت أنا وياهل غابة ولقيت واحد دري اللي تعرف عمي قال لي يا انتي هنا أنا غادي نقولها لعمك ندرت فيها راسي زعمة وعرة وعايقة وقلت له يباسر قولها ليه مالك غادي تخلعني فعلا مشاقلها ليه بلا عقز عليه فاشا رجعت مع الستة لقيتهم كلهم مجموعين قدام مدرسة مشاوا ودخلوا سوالو عليا ولقوني بلي أنا لي ما كان ندخلش ولقوا عندي الغياب والكتوبة لي ما كاتبش فيهم الدروس عادت دوني وعطوني عاود ثاني مرة أخرى قتلت يلا عصا جمعوا كاملين وقالوا الأمي هادي غادي تجمعي لها حويجها وغادي تديها عند اباها ما تبقاش الدور لنا هنا شينها غادي تدلنا شي كاريتها ولا تمشي تجيب لنا شي كرش أنا ذاك بابا حاو تاني غادي ترجع للمدينة الأولى وهو عنده أصلا زجيا الوليدات أنا ما نكذبش عليكم أنا ذاك كنت كنت ندير ذاك شي ضد غير باش أنني نلفت الانتباه ديال العائلة ديالي بغيتهم غير يديوها فيها ما بغيتش نبقى ناكرة كنت بغى الاهتمام وشي حدي يديها فيها واللي يحس بيها كنت كانت تمنى أنه شي حدي يعطني غير شي تعنيقة ولا حضن من عند شي واحد اللي يحسسني بالأمان ولو أنه غريده وزيده على رأسي أبسط ما يكون ولكن المفعول دياله كان غادي يكون كبير على حياتي هاتش اللي كنت بغى شي حاجة بسيطة ولكن كبيرة في نفس الوقت ما هي كان لسبا يا بنت الفعلة يا بنت التاركة خصوصا أنه الوقت اللي تزوج فيه بابا تزوجت فيه حتى ماما الضرجة أنه العدد ديالطلق ديالها ما كملتهاش المهم ما يجمعت لي حوي يجي ودتني عند عمتي اللي غادي ينجلسوا عندها واحد خمستاش اليوم وعودش يدينا الطريق اللي عند ابا وهافين غادي تبدأ المرحلة الأولى من قصتي غادي تلقى لنا بابا وما غادي تش يقولوا لي بالطبع شمي درت ولكن قالوا لي باللي أنه منا راعيات ومرضات وما كانش يقابل لك بنتك دانالط دار عنده ومراته استقبلتنا وياه على شوفات كانت تقدير فيها من دخلات ديال الباب سلمت عليها وقسم بالله إذا الضفر ديالها نتاع الصبع باش كنشاهدو والصبع الصغير اغرستهم لي في درعي بحل شي مسمار سكت وما قلت والو ولكن فهمت القاسة دوزنا نهار الأول وسيدا ما عجباش الحال وما بغاش كدور 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 وكدقول ليها انت نهار الأول شرطي عليها بلي أنه مك اه ماشي مشكل ولكن ماشي بنتك أنا رب زيف عليها وصلت الاشياء باش نمشي المدرسة لدي انتقال ديالي اللبس السروالي والجاكت والسبر ديالة جمعت شعري كوتشوفال اللي كان تبارك الله طويل ومسرسب ورطب غاديت وقف عليها ويقول لي من اليوم ما كان شاك نزل شعر المطلق ما كان غير الزيف وما عندنش البنات لكي تلقو شعورهم قلت لها ببساطة نهار مبغين ديال الحجاب حتي يقولها لي يا راسي خرج مع الباب ومشيت المدرسة وقديت الأمور ديالي ممي غادي تدوي معا ماما وقالت لها راه البنت كبرات وما بغى تشدها في قريتها نقذ راجل ماما قال ليها نشدوها معانا وبالشرط واحد انه ببها يدير ليها التنازل كيف مدرت ولي همها النهر الأول باش ميبقاش يجي يصدعنا بنتي ما بنتي المهم انا ولي التنازل ما بيناتهم هادي هي انا كنت غير الورقة وسط منهم مشينا قلناها البابا اللي غادي يرفض التنازل وبقينا طلعوا وهبط مع الوراقي والعائلة وبدوك يطلبوه في الاخير در ذاك التنازل ومشي تقلص عند ماما غادي يقيدوني في مدراسة احدها وبديت كنقرة ملي كنت نجي كان خاصني انني نكون مساعدة في ذاك الدار عند ماما خاصني نجي نغسل الماعن ندير ماناك اللي والخوتي اللي هما أصلا ولادها وخاصني نجمع الدار وندوز تصبين في ذاك الماكينة اللي كانت العادية ديال العدب ولمشي للمدراسة محول جيلي كانوا فازقين اليوم غدا ناهيك على التنمور رجلها ياه ناس ديال مدينتك الله يخليهم سلعة وهي الدور الدور تقولي غربك وترك طبك انا عيت وتتقارت ثور معي واحد النهار كنت دخل مع الزوج اغسلت الماعن ديال الغدا وتتغدينا اغسل الماعن درت الغدا وتتغدينا ودو كل ما عندما غسلتهم لمشي قلت حتى نجمع العشية حيث اصلا فيا 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 غير طبك سلعة اللي كانوا وشي كيسان تم فلا بابو فمشي تكلبس علي شوية تعالي ياه ضفاري عزكم الله كانوا مستخين قلت اجل قطعهم بدون ما تصل لي ياه ديكا قسمين ديالما قانا باش نخرج جات وقفت علي ياه ماما بقالك غير الضفار دو كل ما عندما كون غدي يغسلهم اضيت معا فيا 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 جمعاتها معي يبت ترفيقه حتى رعفت مسحت دمي ومشيت كنقرة قلت لها شنو كين وشنو كين قال لي عافك صبر يا كنزة غير تكملي عامك ديال مدرسة ونجيبك عندي قلتك شي لي كين غادي نصبر وهادي واتوبة وما نبقاش نرجع عند هاد الام هادي جيت للدار القتام ووجدالية الصابون وورروينة وديري هادي ولا ما ديريش هادي وديري هادي وهادي وهادي انا ما غادي ندير والو جيت عيانا بغت غير نراجع والناس ادي الجملة اللي قلت لها بدأت تغوت عليها وقلتنا كانت تعيره انا وياها بحالك بحال ببك بحال تركت ببك قلت لي هلا ارام النهار عقلت على رأسهم همتي يقولوا لي بللي بحالك بحال ممك وبحالك بحال تركتها وكتشبهي لها غير هي انا بزاف عليك وانا هادي وانا هادي وورنتي ليسمحتي فيها والقطة الزنقة ما كتسمحش في ولادها المهم نوضناها بزوج ورجلها جاب العشية حطت ليه التغضى وغادي نسمع عامل بيس كتقول ليه نظل عندي مارك انتي مع ماما كاشنو هادشي انا ما هو اسلوب ولا تربية بسيت مع فلادرا بغا يضربني لبسة عليا هزيت ساكي وتليفوني وخرجت في حالي بقوا تابعيني اجي اجي عند بالي بلي انا وابغيني نرجع مديت هاش فيهم امشيت صونت على بابا وقلت ليه انا غادي عند فلانة كانت من العائلة جلحق عليها وقلت ليه هاشنوكين و هاشنوكين وانا راني مراجعش عندهم دابا ماذا هو جاي راجل ماما جاي بدي لك الساك ديال الشامال اللي في حويجي كلهم قال يراني كنت كان عيط لك باش تجي تدي حويجي وانتي مبغيتش ترجعي يعني كانوا تعيطوا لي باش نهزي حويجي ونمشي بمرة اريدك الساروت ديال الدار زعمة هو يقول ابا هاي ابنتكم او من اليوم ما تعرفي مك ما تعرفك وانتي اصلا واش عندك ومشاف حالو خلاني رجعت بابا عند مرته طلبها باش بنتي براه قتلها غير هادو الطورة التانية ما غاديش نصبر مال اماما بغيتهاش موضع نشدها امني ما بغيتش قال يا بابا غادي نقطع لك تمشي عند عمتك في البلاصة الفلانية ارتاحي وهاد العامة بنتي اراضى عليك ماشي مشكلتها اللي عام الجاي قتلها في وخها فيها خير ماشيت عند عمتي واحد السيمانة ومبعد مشيت لمدينة واحد اخرى في انكينا جدا ولقيت فيها الاحوال تبتلات عمي ما بقاش في نفس البلاصة وعمي الاخر تزوج وديت الانتقال وقال لي المدير لا حسن لدخول المدرسة اللي عام الجاي واجي باش تقدي ديك ساعة امورك قلت على اساس هاد الهضرة وبدت كان دوي مع واحد دري من ود العائلة بالتليفون وديك الساعة كان بابا باع كل شي ودفع باش انه يطلق مراته حيثش طلب منه انه البنت الصغيرة ما تدخلهاش للرودة هاد السيمانة حيثش ما عندهش ماديان حيث السيمانة الجاي وقاتليه واخا ولكن غفلاته ومشت قيداتها قل لي انا ما مخلصش ما تدهاش ايوه وابنتي الضعف قليتها اياه بنتك فراد وما بغيت يهاش وابنتي اللي كانت في الكاتريام بقاتلي انا الصدورة وطلبتك عليها ماشي مشكل واخا حاودات اضايضو في الهضرة وحتى هو كان على سبب ازات حويجاتها وولادها ومشت في حالها فاش واشف بحلاكة باع الفراش اللي كان عنده تمام وطلق الدار ورجع يقرس معانا وبقا عطيها غير اللا ومالي السكراء الحشيش الكميان والدورة نعزكم الله بقينا عايشين بحلاكة حتى الواحد المرة كنت انا ومي نعسين في البيت وبدت كنحس بشي يدك تقرب مني تنحل عيني كالقابلي انه بابا اللي كان سكران وها هي محاولة تحرش واحد اخرى من عند من من عند ابا فهاديك اللحظة كتنوضوا امي شو كتدير عشنو هادي شاب دمي مشتراج مولي وش حمقتي اا اا الا را خير بغيت نشوفها واش نعسى ولا فايقة لا را نعسى نعسى شو بغيتي عندها باعد منها خرجاتو سورتت علينا الباب ديك الساعة الارض و الدنيا دارت بيا بجيتك نقول انا غير متقلفة الدنيا ما عندي حتى شي دور تشي حد ما باغيني كنوش باغيت تقرب مني بباطمع فيا لا اب لا ام لحياة لهوالو ولكن ما كنش عارفة بلي انه اللي جاي قدام هاد الشيك كاملو راهوالو ويا سادا يا كرام غادي نقول لكم بلي انه انا عارفة بلي ما عندكم انكم تكون في القصة جزء الاجزاء او لا اكثر ولكن الجزء الاول من ناحية كنزرة انا انا نحبسها اليوم انا قصة شوية طويلة و باش نحطها اليوم و تشوفوها باش انا نقسمها على زوج ازع حيثوش ما عنديش الوقص باش انا نكسبها كلها دابا غادي نحط لكم فيديو و غادي مش نخدم او لا ربما راني دابا خدمة باش نصوروا مازال اليوم باش نحطوا لكم غضاء و نكونوا في نفس الموعد ان شاء الله سمحوا لي انا عارفة كومتا تبرزتكم هاد القضية ولكن شي تصبر معاشي باش تستمتعوا و باش نونسكم اعاونوا لي تنتموا و ما تنسونش متضغط على زر الاعجاب والشركين ضمتم في رعاية الله و حفظي الجزء الاول ها هو خليوا لي الاراء ديركم شو يقدر يكون في الجزء الثاني ان شاء الله في نفس الموعد ضمتم في رعاية الله و حفظي سلام سلام سلام